حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن المثن قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا شعيث بن مطيل عن أبيه مطيل ومطيل حاضر يصدقه مقالته قال كيف كنت أخبرتك قال يا أبتاه أخبرتني أنك لقي كذو اليدين بذخشب فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر فصلى ركعتين وخرج سرعان الناس وهم يقولون أقصرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما مبتد فلحقه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما قصرت ولا نسيت ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما يقول ذو اليدين فقال صدق صدق يا رسول الله فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب الناس فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي الساهو قال أبو سليمان حدثت ست سنين أو سبع سنين ثم سلم وشككت فيه وهو أكثر حظي حدنا عبد الله حدثني نصر بن علي قال أخبرني مع دي بن سليمان قال أتيت مطالا لأسأله عن حديث ذو اليدين فأتيته فسألته فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبر فقال ابنه شعيث بلى يا أبت حدثتني أنا ذو اليدين لقيك بذي خشب فحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر ركعتين ثم سلم فخرج سرعان الناس فقال أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت الصلاة ولا نسيت ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما يقول ذو اليدين فقال صدق يا رسول الله فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب الناس وصلى وصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم سجد بهم سجدتي الساهوي حان عبد الله حدثني أبو معمر عن ابن أبي حازمين قال جاء رجل إلى علي بن حسين فقال ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال منزلتهما الساعة